اربعة ايام مرت ولتزال جلسات الحوار الليبي مستمرة برعاية الامم المتحدة الاجتماعات وصلت الى مرحلة التصويت الثانية لاختيار القائمة التي ستشغل المناصب العليا في ليبيا بعد انتهاء جلسة الاستماع لبرامج المرشحين وكانت الجولة الاولى قد فشلت في التصويت على رئيس المجلس الرئاسي ومساعديه ورئيس الحكومة حيث لم يحصل اي من المرشحين على نسبة 70% او اكثر حسب ما تم التوافق عليه خلال جلسات الحوار السابقة وفي الوقت ذاته وتزامنا مع المساعر الرامية الى التوصل الاتفاق حول اهم النقاط الخلافية وهي المناصب السيادية العليا في ليبيا اعلنت وزارة الدفاع التركية ان قواتها المسلحة اجرت تدريبات حول سبل الدفاع عن السفن والافراد التابعة لحكومة الوفاق والتي تعتبر احد طرفي النزاع في ليبيا وكالة الانباء التركية قالت ان التدريبات التي يجريها الجيش التركي مع قوات حكومة الوفاق مستمرة في اطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمى بين البلدين في اشارة الى الاتفاق الذي ابرمه الرئيس التركي مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية وكانت اتفاقية اردوغان السراج قد قوبلت برفض واستلكار عربي واقليمي ودولي على اعتبار ان السراج لا يمثل الدولة الليبية ولا يحق له ابرام اتفاق باسم ليبيا قبل التوصل الى حال سياسي شامل والاتفاق على قيادة ليبية موحدة اشتركوا في القناة